يعد وادي الوريعة أكبر بحمية طبيعية للأراضي الرطبة داخل دولة الإمارات خلونا نتعرف أكثر معاكم في تقريرنا التالي فعاليتنا اليوم عبارة عن هايكينغ مسير في جبلي في محمية وادي الوريعة ننظمه بالشراكة مع مركز الفجيرة للمغامرات بمناسبة اليوم الوطني السعيد تعريف الأماكن الجبلية والوديان والشلالات الموجودة في المحمية هذه الفعاليات تنشط السياحة البيئية في الإمارة تعمل سياحة بيئية يهتموا بالبيئة ويشوفوا الطبيعة والحيوانات الموجودة طبيعة المكان جيلوجيتو يوصلوا الشلال يشوفوا الأماكن المياه طبعا اليوم متواجدين في محمية وادي الوريعة معنا اليوم إن شاء الله مجموعة كبيرة إن شاء الله بنحتفل في التزامن مع العيد الوطني اليوم بنسوي رحلة هايك بيروح وطنية جميلة يعني وفرحة وملتزمين في كل الإجراءات الوقائية من كوفيد 19 من الفحوصات والإجراءات وطبعا مثل ما تشوف هنا الفرحة يعني بالجميع حاملين للإعلام في هذا اليوم 2 ديسمبر وبنمشي بنسوي هايك إن شاء الله بيكون المسافة أربع كيلو ميتين متر وبفرحة يعني في هذا اليوم اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة طبعا هذه المشاركة بمناسبة العيد وطني دولة الإمارات وبهذا المناسبة نحب نهني القيادة الرشيدة على رسم صاحب السمو الشيخ خريفة بن زايد آل الهيان حفظه الله ورعاه رئيس الدولة ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة البجرة حفظه الله ونهني جميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة بهذه المناسبة السعيدة على الجميع بالنسبة لي عيد الاتحاد في دولة الإمارات عيد الاتحاد الوطني مناسبة مهمة جدا وعزيزة على كل مقيم وكل مواطن في الدولة أجواء احتفالية فعاليات لا تنتهي أنا سعيدة جدا بالعيد الوطني وبتمنى الدوام يا رب للاتحاد مشاركتي بالهايك اليوم أنا متحمسة جدا ومتحفظة إن شاء الله يا رب يكون يوم تفاعلي مميز